أيضاً عبر سكايب من بيروت الزميل الأستاذ سعيد حريري مسؤول قسم الفن في جريدة إلاف الإلكترونية أستاذ سعيد مساء الخير يعني طمنا الأول ما هي آخر المعلومات نانسي طمنا على نانسي وحالتها وأنا عارفة أن القريب من الأسرة الفنية كلها مساء نؤر أستاذة لميس ومن خلالك مسك كل حضرات أستاذ المشاهدين الذين يتبعوننا عبر الشاشة للأسف هذا الخبر سيطر البارحة واليوم ما زال مسيطر على الأجواء الفنية وعلى الأجواء الصحفية وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي اليوم على العاصمة اللبنانية بيروت وعلى كل الوطن العربي نظرا للنجومية الكبيرة التي تتمتع بها الفنانة نانسي عجرم كنا نسمع مستجدات جديدة معك ومعطيات جديدة من شقيق الدكتور فادي الهاشم الذي على ما يبدو أنه تعرض خلال ست أو سبع دقائق لم نراها على الفيديو الذي أنتشر على كل مواقع التواصل الاجتماعي لتهديد من نوع آخر للأسف يؤسفنا أن نسمع مثل هذا الكلام الذي يصدر عن البعض ممن يريدون الإقاع بنانسي عجرم وزوجة من خلال الترويج لبعض المعلومات التي تفيد بأن هذا الشخص الذي قدل كان لديه سلة بالعائلة أو كان يعمل لديها كلها تحليلات خيالية ومورائية من التي تصدر بحق الفنانين ولكن على ما يبدو أن هذا القاتل هذا اللص الذي تعرض بأسطه لمنزل الدكتور فادي الهاشم ولي الفنانة نانسي عجرم واحد من المهوسين بالمشاهير يعني كل ما نسمعه وكل المعطيات التي نسمعه يوما بعد يوم وأخيرها التي سمعناها منذ قليل من شقيق الدكتور فادي الهاشم تشير بأنه قد يكون واحد من المهوسين بالمشاهير لأنه كما سمعنا طالب برؤية الفنانة نانسي عجرم وقد سمعنا في العالم العربي وفي الكثير من الدول في أمريكا وفي أوروبا بعادة من هؤلاء الذين يترصدون المشاهير وتابعون تفاصيل حياتهم بدقة وقد يكون هذا اللص واحد منهم طب يعني سعيد الموقف القانوني لدكتور فادي الهاشم دلوقتي ايه؟ طبقا القانون اللبناني يعني الآن هو زي ما سمعنا من شقيقه وفي المستشفى مواضح أنه هو طبعا تعب في التحقيقات يعني الله يكون فعونه ده تحقيقات طبعا يعني ده راجل دكتور فجأة اضطر يمسك مسدس وللأسف قتل حد فده برضو بيبقى صعب على نفسيته فالآن الموقف القانوني ايه يا أستاذ سعيد؟ قبل أن نتكلم عن الموقف القانوني لابد أن نشير بأن الطبيب الدكتور فادي الهاشم أمام هكذا موقف تتعرض فيه بناته للخطر لابد أن يتجرد من كونه دكتور ومن كونه أي شيء آخر ليصبح أب هنا تلعب دورها غريسة الأبوة ولابد أن يتصرف كما تصرف على هذا الشكل وللعلم الكثيرون اليوم في بيروت يعتبرون مقام به عمل بطولي سيفعله أين كان في موقفه أما بالنسبة للموقف القانوني فأنا قد توصلت مع العديد من المحامين أصدقائي لمعرفة الوضع القانوني علمنا أن القاضية غاد عون التي أمرت بإبقاء الدكتور فادي الهاشم مساء وقوع الحادث على قيد التحقيق تريد التوسع بالتحقيق ونقلاته من مفرزة الظوء حيث وضع حدثت هذه الحادثة إلى منطقة التحري للتوسع بالتحقيق واستكمال النواقص إن وجدت لمصلحة نظرية الدفاع المشروع عن النفس في ظل وجود خطر داهم على حياة كل من الدكتور فادي الهاشم ونانسي عجرم وعائلتها هل ممكن؟ يعني زي ما أنت قلت في بداية الكلام أنه ابتدى بقى يطلع كلامه ولده اللي قاله الأستاذ نهاد منذ قليل ممكن إيه مش عايزة أقول المنافسة لأنه الحقيقة كل الوسط الفني يعني داعم لنانسي كل الوسط الفني تويتات كثيرة جدا بتتكلم عن نانسي وعن دعمها فيعني هل ممكن يكون مين اللي ممكن يبقى شرير لهذه الدرجة في هذا التوقيت عايز يدايقها؟ أو عايز يشوه سمعتها؟ أنت تعلمين أكثر يا أستاذ لميث أن الوسط الفني ليس باللمعان والنظافة التي نراها أمام الأعين وما نراه وما نقرأه في العلن ليس ما يحدث في الخفاء لا شك أن نجاح نانسي الكبير ونجوميتها الكبيرة هي مطمع لكثير من الحاسدين والذين توجد لديهم الكراهية الحقد الدفين ومن مصلحتهم أن يروجوا هذا النوع من الكلام سواء كان من البعض القليل جدا في الوسط الفني لأن نانسي هي من الفنانات التي قلم لديها عدوات في هذا الوسط ولكن بعض الحاقدين الضعاف النفوذ كان من الوسط الفني أو الإعلامي هم وراء من يروجون لهذه التفاهات على ما يصح وصفها نتمنى لهم طبعا نتمنى لنانسي السلامة والأسرتها والبناتها أنا عارفة أنها يعني يمكن يعني طبعا ضربة قوية لها لكن إن شاء الله تقوم منها وزي ما بنقول الضربة بتقوي دايما ما بتكسرش بتقوي أنا بنقول كده في مصر أنا بشكرك زميل سعيد حريري المحرر الفني عارفة أنه قريب جدا من الأوساط الفنية في لبنان نذهب إلى خبر فن